أصدرت السلطة الإدارية ممتلة في والي ولاية الجزائر العاصمة قرارين ولائيين يقضيان الأول بمنع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركاتها 125 سنتيمتر ابتداء من الساعة العاشرة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا القرار الثاني يتضمن منع سير السيارات التي تسبب أصواتها العالية إزعاجا للمرة والساكنة والناتجة عن تعديلات مدخلة عليها هذه القرارات يتم تطبيقها ابتداء من ثالث يوم لعيد الفطر المبارك لسنة 2023 تم استصدار هذه القرارات نظرا للإزعاج الصوتي التي تسببه هذه الدراجات النارية بالنسبة للمرة والساكنة وكذلك في إطار الحفاظ على النظام العام إذن تبقى وحدات الدرك الوطني مجندة من أجل الوقاية من حوادث المرور وتأمين شبكة الطرقات بإقليم الإختصاص حفاظا على الأشخاص والممتلكات والعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء للتوحيد وتكتيف الجهود في هذا المجال بهدف ضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق